قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان أعمال الرحمة وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الأستاذ وائل سليمان مدير عام جمعية الكاريتاس في الأردن الذي أغنى الحلقة بالحديث عن نشاط الجمعية من خلال 22 مركزا منتشرة في مختلف مناطق المملكة حتى بلغ إجمال خدماتها الجمعية والفردية في الأردن خلال العام الماضي حوالي 220 ألف خدمة في شتى المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها فإلى هناك ما هي الروحانية وما هو المعنى من العطاء أو التبرع أو المساعدة الإنسانية أو أعمال الرحمة مثل ما ذكرها قدسة الباب الفرنسيس فرنسيس لما قالنا إنسانة الرحمة أهمية الرحمة الإلهية والرحمة الإنسانية بناتنا نحن هلا أنا بحكي إنه مثلي مثل أي حدا كبرنا بالرعاية وربينا بالرعاية وبالشبيبة وبالكشاف أنا بظن نحن الأردن هو بلد مميز كأردن قبل ما أحكي عن كنيسة الأردن هو بلد مميز من سنة 48 هذا الشعب الأردني الطيب عم بيستقبل ضيف ضيوف كتار مرأه خلال آخر 70 سنة اتعاملنا معه كشعب أردني كضيف مش كلاجئ وهاي ميزة موجودة فقط بالأردن كل دول العالم تعتبر اللاجئ لاجئ أو الغريب لاجئ إلا الأردن بيعتبره ضيف وهذا إشي ميزة موجودة بالإنجيل موجودة بالكتاب المقدس إذا منذكر قصة السامر الرحيم يعني وكيف تم المعاملة ويسوع لما ذكر هاي القصة أنا بشوف الأردن كبلد تشبه هاي القصة وكنيسة الأردن بتشبه هاي القصة كتير لأنه إحنا عشنا كل الخبرات من طفولتنا الكشاف مظبوط هو تنظيم رائع بجنن بنمي شخصية الفرد على الانضباط على احترام الآخر على احترام الوقت لكن فيه رحمة إحنا من إحنا بالكشاف إن إحنا صغار كان عمل الرحمة هو جزء الأكبر من حركة الكشاف الشبيب نفس الشيء الكلمة حلوة الكلمة اللي جاي من الإنجيل رائعة واللي منسماحها يوم الأحد من الكهنة رائعة بدها تطبيق عملي كنيسة الأردن كانت حقيقه من خلال كل المجموعات اللي موجودة بالكنيسة دون استثناء يعني كل المجموعات بكل الكنائس بالأردن وهذا إشي ميزة عظيمة هلأ بجوز بكاريتاس الموضوع مختلف إنه هو عبارة عن عمل إنساني منظم وهذا بحكم إنها مؤسسة مش بحكم إنه هي مجموعة أشخاص بلتقوا كل فترة هاي مؤسسة وفي لها أنظمة وقوانين ومطلوب منها إنه تعمل عمل إنساني منظم هذا هو الإشي الوحيد الفرق لكن ككنيسة بالأردن وكمجموعات كنسية بالأردن أنا بظن إنه هاي شهادة حق لازم نحكيها على مستوى العالم نعم نحن مميزين جدا بهذا الموضوع نعم كيف بتحس إنت لما مثلا تستلم طلبات المساعدات من هون ومن هون كيف رأيك وائل يعني مشاعرك لما بيشوف هلكم الهائل من الطلبات الإنسانية والمساعدات وفي عندك عمل زي ما أنت بتقول منظم ومؤسسي يعني ما بتقدر على كيفك تعطي حتى لو أنت شعرت مثلا ببعض المسؤولية أو المشاعر الإنسانية لكن هذا العمل المنظم كيف بيأثر على قراراتك في الاختيار من هم المستحقون المساعدة هلأ المستحقون يعني لازم أعترف نعم اليوم أنه الخطأ البشري باختيار الأحق هو موجود نعم نحن يعني اليوم بكاريتاس وأنا أحكيها كمسؤول وكمدير أنه أخطاءنا بحكمنا الشخصي مرات على الحالات لأنه نحن كمان من لحم ودم مرات نحن نتأثر من قصة معينة ومنساعد هذا الشخص وبعدين منكتشف أنه لا يستحق المساعدة هذا شيء موجود يعني وهذا خطأ له نسبة مئوية وموجودة وبشكل يومي نحن مؤسسة كبيرة اليوم نحن عم نحكي عن كاريتاس فيها 370 موظف فيها 22 مركز منتشرين بكل المملكة بعياضات صحية بأطباء بممرضين بباحثين اجتماعيين أكيد النجاح اللي صار بسبب أخطاء وفشل متكرر هذا وصلنا للنجاح بسبب أخطائنا مش بسبب نجاحاتنا يعني اليوم الخطأ موجود أصعب إشي هو أنت أمام حالات إنسانية تعجزي أنك أنت تساعدهم هذا هو أكثر أنت سألت على الشعور هو أصعب شعور أن يكون في عندك 500 شخص بحاجة وأنت ما تملكي لخمسين نعم لازم تخدي قرار إنه تساعدي 50 وتحرمي 450 نعم ال450 بشكل طبيعي أنا بحكي يعني الكثير منهم بانتقد إنه أنت ساعدت الخمسين هني لا يستحقوا إذا ساعدنا الخمسين من ال450 رح يجي 450 تانيين ينتقدوا أنا بظن إنه اليوم نحنا أمام مشكلة كبيرة إنه إحنا مؤسسة ولسنا دولة نحنا جمعية ولسنا دولة نحنا جمعية عندها أنظمة وتعليمات بشرف عليها مانحين موجودين عنا هن اللي بشرفوا على العمل ضمن إجراءات وآليات مرات أنا ما بتعجبني على المستوى الشخصي لكن أنا مجبور لأنه هيك نظام المؤسسة لكن أصعب شعور أنا بأكد لك اللي هو إنه شخص أمامك هو بحاجة وأنت عاجزك كمؤسسة إنك تساعدي لكن بنفس الوقت لازم أحكي إنه من الثلاثمية وسبعين الموظف المبدعين اللي أنا جداً بحترمهم وهن رسل محبة وسلام وينما هن كانوا بالرغم من أخطائهم ما في إنسان يعني بكفي شخص يوقف قدام لمرأة بيقدر يفهم أدي في عنده أخطاء يعني ما وحتى بالإنجيل المذكورة انتبه انتبه إنك تحكم على التاني لأنه بالأخير تطلع على حالك وحكم على حالك أنا بحكي إنه اليوم كوادر كاريتس تعمل مبادرات شخصية وفردية بالعلاقات اللي موجودة ومنعمل كل جهدنا ما يطلع حدا من كاريتس وما يغادر حتى لو بالحد الأدنى من المساهمة يعني ممكن إحنا ما نقدر نغطي حالات معينة لأنه الحاجة كبيرة واللي متوفر صراحة موجود وبدرش أحكي مش موجود لكن ما بيكفي للكل اشتركوا في القناة